عايزين نستعرض مع حضراتكو بقى أخبار المستشفى لأنه ما أعتقد محدش عنده مستشفى قد اللي عند النادي الأهلي اليومين دول يعني اللهم الاعتراض اللي حاصل أكرم توفير رباط صليبي وهيجي يمكن محدد حتى الآن يوم السابت يجي من الكاميرا إن شاء الله والجهاز الطب الدكتور أحمد أبو عبلا بيعمل بعض الترتيبات لسفر والخارج عشان يعمل عملية الرباط الصليبي بنقوله ألف 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 سلامة وحش وبإذن الله أكرم يعني يرجع أقوى أفضل من مكان وإن شاء الله يعمل العملية وتنجح ويعمل فترة التأهيل وبإذن الله دي اللحظات الصعبة جدا القاسية اللي خرج بعديها ممكن ما فيش أربع خمس دقايق من مباراة نيجيريا لكن حيرجع السابت إن شاء الله من الكاميرا يا أخي حاجة غريبة صاثة إبراهيم هو يعني ما عندناش إصابات عادية لا أقول لا تقيلة بدر بنون كمان المدافع المغربي في انتظار عودته هو لسه موجود مع منتخب بلاده في الكاميرا حتى وإن كانوا استبعد من قائمة البطولة وضموا أشرف بن شارع مكانه لكنه لسه ما حجازش عودة ومازال موجود مع منتخب المغرب ويرجع عشان يخضع للفحصات الطبية ويتطمن جهاز الطب للنادي لالة عن حقيقة حالة بدر بنون اللي بنقوله ألف ألف سلامة النهاردة بقى مباراة النهاردة خدر الغيابات اللي بالجملة طبعا شفتوا فيروس كورونا ربنا أحفظكم جميعا أبعد عدد من اللعيبة الأساسيين عن الفريق في الفترة اللي فاتت يمكن تعافى جات المسحة السلبية لرمي ربيع وياسر إبراهيم لكن ما تمكنوش من أداء أي تدريبات فما يدروش يخشوا مباراة النهاردة عمار وعبد القادر لسه عندهم دور برد إمبارح خرج من المعسكر فجأة وليد سليمان أيضا بنازلة برد والنهاردة في المباراة يخرج صلاح محسن مصاب وهو ربيع وهو ربيع وياسر إبراهيم دور برد يعني المسحة جات سلبية لكن ما تمرنوش فالاثنين لسه هيجهزوا إن شاء الله لمباراة الإسماعيلي اللي حتكون يوم الاثنين الدكتور أحمد أبو عبلا بعد إصابة صلاح محسن وكريم فؤاد قال لتنين هيخضعوا أو هيخضعوا لأشعة بكرة إن شاء الله عشان يحدد حجم إصابة كلهم منهما صلاح محسن اتعرض لكادمة شديدة في وش رجله واشتكى كريم فؤاد من ألم بسيطة في العضلة الخلفية إن شاء الله الأشعة تثبت إن الحالة تكون أهدأ شوية بإذن الله لديكم شايفين مش نقص لويس مكستوني يمكن جات من نتيجة سلبية هو بيرسته بس ما كانوش اتمرنه فبالتالي حيجهزوا لمباراة الإسماعيلي اللي قلت لحضراتكو هتبقى زهر يوم الاثنين إن شاء الله